اشتركوا في القناة ونمر عليها بسرعة لنتعرف ونسترجع أحكام الراء فكما ذكرنا إخواني الكرام في اللقاء الماضي قلنا بأن الراء لها ثماني حالات للتفخيم أربع حالات للترقيق حالتان يجوز فيها الوجهان إذن ثمانية أربعة إثنان أعيد ثمانية أربعة إثنان نصف الثمانية أربعة نصف الأربعة إثنان بهذا الشكل نحفظ عدد الحالات وقلنا إن الحالات الأساسية للراء الحالات الأساسية للراء مرتبطة بالحركات الثلاث فالحالات الأساسية للراء مرتبطة بالفتحة أو بالضمة أو بالكسرة فتفخم الراء إن كانت مرتبطة بالفتحة أو بالضمة وترقق إن كانت مرتبطة بالكسرة فتفخم الراء إن كانت مفتوحة أو مضمومة لاحظوا حالتان مفتوحة أو مضمومة تفخم إن كانت مكسورة ترقق الآن لاحظوا تفخم الراء إن كانت مفتوحة أو كانت ساكنة وقبلها مفتوح أو كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مفتوح إذن هنا ثلاث حالات نفس الأمر نطبقه على حركة الضم فإذا كانت الراء مضمومة تفخم وإن كانت ساكنة وقبلها مضموم تفخم وإن كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضموم أيضا تفخم فهذه هي الحالات المرتبطة بالفتحة وبالضمة وذات الأمر نطبقه على الكسرة فترقق الراء إن كانت مكسورة وكذلك ترقق إن كانت ساكنة وقبلها مكسور وكذلك ترقق إن كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور إذن هذه هي الحالات الأساسية وهذا هو المبدأ الأساسي للراء فإذا عرفنا هذا المبدأ السهل سهل علينا إتمام هذا المبحث بأن نعرف بقية الحالات فهذه هي حالات الراء الأساسية إخواني الكرام دعونا الآن نطبق هذا الكلام الذي تكلمنا عنه قبل قليل على الآية التي بين أيدينا إذن سنمر على كل الراءات في الآية الأخيرة من هذه الصفحة إذن يقول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن لاحظوا يرضعن هذه الراء إخواني الكرام ساكنة ساكنة وقبلها مضموم إذن مرتبطة بالضم إذن تفخم يرضعن لاحظوا يرضعن إذن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد لاحظوا هذه الراء في كلمة أراد راء مفتوحة إذن هي مرتبطة بحركة الفتحة إذن هي مفخمة أراد كذلك لمن أراد أن يتم الرضاعة الرضاعة هذه الراء أيضا مفتوحة لاحظوا الراء هنا وعلى المولود له ري رزقهن ري لاحظوا هذه الراء هذه الراء مكسورة إذن هي مرققة رزقهن وكسوتهن بالمعروف ما حركة الراء هنا إخواني الكرام الراء هنا مضمومة إذن هي مفخمة مرتبطة بالضم بالمعروف هكذا لا تضار الراء مفتوحة إذن مفخمة لا تضار والدة والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث ري هذه الراء مكسورة إذن مرققة وعلى الواري الوارث مثل ذلك فإن أرى را لاحظوا الراء هنا مفتوحة إذن مفخمة فإن أرى دافصالا عن تراض ترى را لاحظوا إذن أيضا مفخمة لأنها مفتوحة تراض منهما وتشاور فلا ري لاحظوا رن هنا أيضا الراء مكسورة وهي مرققة أيضا وإن أردتم أردتم لاحظوا هذه الراء هذه الراء مفتوحة إذن هي مفخمة أردتم أن تستر تر لاحظوا راء ساكنة راء ساكنة وسبقت بفتحة إذن لازلت الراء مرتبطة بالفتحة إذن هي مفخمة وإن أردتم أن تستر تر لاحظوا ترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف لاحظوا هذه الراء مضمومة إذن هي مفخمة بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير بصير لاحظوا هذه الراء إخواني الكرام هذه الراء إذا وصلنا بصير بصير فهذه الراء تكون مضمومة لأنها تكون مضمومة فهي مفخمة بصير لكن لكن إخواني الكرام لو وقفنا لو وقفنا تصير هذه الراء ساكنة وما قبل هذه الراء ياء ساكنة إذن ترك وعيد إذا وقفنا على الكلمة الأخيرة كلمة بصير إذا وقفنا تصير الراء ساكنة بما أنها ساكنة ننظر إلى الحرف الذي يسبقها سبقت بياء ساكنة إذن ترك إذن نقول من حالات ترقيق الراء إذا كانت ساكنة وسبقت بياء ساكنة إذن نقرأ هكذا بصير إذن في هذا اللقاء نكون قد أخذنا كل حالات ترقيق الراء لا يوجد حالة خامسة الحالات هي على الشكل التالي ترقق الراء إذا كانت مكسورة ساكنة وقبلها كسر ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مكسور أو ساكنة وسبقت بياء ساكنة أو سبقت بياء ساكنة كما هو الحال في هذا المثال بصير لاحظنا إخواني ولا توجد حالة خامسة لا توجد حالة خامسة لترقيق الراء إذن نوعيد لنتذكر أعداد الحالات عندنا ثماني حالات للتفخيم أربع حالات للترقيق وحالتان يجوز فيهما الوجه وسنتكلم عنهما في حينه فأرجو أن تكون الفكرة واضحة والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر